من جديد عاد الجدل بشأن الأمن وخصوصية معلومات المستخدمين إلى الواجهة هذه المرة على خلفية اعتداء سان برناردينو بولاية كاليفونيا الأمريكية في كانون الأول ديسمبر الماضي فبعد شهرين من فشل محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي في فك شفرة الهاتف الجوال لسيد فاروق أحد منفذي الاعتداء لجأ الـ FBI إلى القضاء لإجبار شركة أبل المصنعة للهاتف على التعاون في التحقيق لكن الشركة رفضت أمرا قضائيا للمساعدة في اختراق الهاتف الأمر القضائي يطلب من أبل على وجه الخصوص تقديم برنامج يمكن استخدامه على هذا الهاتف حصريا لسماح للمحققين بالالتفاف على محو المعطيات التلقائي الذي يحدث عادة بعد عدة محاولات غير مجدية لإستخدام شفرة الدخول لكن أبل أكدت رفضها أمر المحكمة إذ قال رئيس التنفيذي تيم كوك في بيان على موقع الشركة إن الحكومة الأمريكية أمرت الشركة باتخاذ خطوة غير مسبوقة تهدد أمن زبائنها مؤكدا أن لهذا الأمر تبعات تتجاوز هذه القضية القانونية وأن توفير البرنامج المطلوب خطير جدا لأنه يجيز لأصحاب النوايا السيئة اختراق شفرة الدخول لآيفون ويثير مخاوفة كبرى على مستوى حماية الخصوصية أمام شركة أبل خمسة أيام عمل للتعاون مع قرار المحكمة أو تحديه قانونيا كما فعلت العام الماضي أمام محكمة بنيورك على أساس أن معايير التشفير التي تتبعها تمنعها من فتح شفرة هواتفها